بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلاب الصف الاول السنوي اهلا وسهلا بكم معكم استر عمري مديان مستمرين في شرح الدرس الثاني في الانتجرياتي سايينسز اللي بيتكلم عن الفيزيكال الواتر واللي احنا تكلمنا فيها الاول على الدنسيتي كتعريف وكوحدات قياس وكنا عملنا فيديو فرعي شرحنا فيه التحويل اللي هو المجرينج يونيت من جرام بير كيوبك سنتيمتر للوحدة الدولية اللي هي وان ساوزنة كيلو جرام بير ميتر كيوبك وشرحناه بتفصيل وحلنا عليها بعض المسائل من اللي هو شيط الوزارة تمام بعد ما خلصنا القانون دلوقتي نخش على حاجة اسمها بمعنى صح انا المرة دي هبقى محتاجة ان انا احاول مية للحالات بتاعها اللي هي ان انا احاول من الليكود للسولد يبقى انا كده عملت اللي هو بديهي في اي مادة الليكود ان المولوكيولز بتكون بعيدة عن بعضها بعض الشيء تمام انما لما انا اجي احاولها لسولد مفروض ان نفس المولوكيولز دي نفس المولوكيولز يعني ايه يعني خلي دي كده في دماغك اول حاجة وتبسها تمام الماس ما بتتغيرش على حسب الستيت انما ايه اللي هيتغير طبعا ان هنا مسلا لو عملت انا شكل كده مسلا خارجي هتلاقي ان الفوليوم هيحصل له ايه هيقل صحيح الفوليوم مفروض ان هو يقل بس الجزيئات بعدت عن بعضها ولا الرابط لا هنا الرابط من بعضها يبقى مفروض يحصل لها هل انا بكلم عن اوتر لا انا بكلم على مادة تانية تمام المهم الووتر بيحصل فيها الموضوع ده بشكل مختلف بمعنى صح لو انا اعتبرت ان ده الليكويد بتاعها وان دي المولوكيولز اللي هوها المولوكيولز عددها مش هيختلف بس هنلاقي بدل ما المولوكيولز يتقرب من بعضها والفوليوم يقل لا بالعكس هتلاقي الفوليوم زاد والدليل على كده لما بنيجي نحط اللي هو حاجة فيها مياه في التلاجة والذات لو ازاز وبعد كده تجي تفتح ممكن تلاقي الازاز ده اللي هو ازم نقول فرقع بسبب ان ايه المولوكيول زاد تبعد عن بعضها اكتر يعني بمعنى صح كده من الفوليوم ايه هيزيد طب لما الفوليوم بيزيد اهو ده معنا ان الجزائيات قربت ولا بعدت لا ده بعدت عن بعضها يبقى كسافتها ايه قلت تمام ده بقى الخاص بالووتر تمام ان احنا لما هنقلل درجة حرارة الووتر ونشوف ازاي دلوقتي هتلاقي الماس ما بتتغيرش لان نفس العدد المولوكيولي هو هو لكن حجمه بيزيد والدنسيتي بتاعته بتقل لان لما الماس بتبقى سابتة احنا اتفقنا العلاقة بين الفوليوم والدنسيتي بتبقى اللي هي بتبقى في نفس الفيزيكل ستيت ويلا نشوف الموضوع بقى بالتفصيل كنت نبهت في الفيديو اللي فات كتير قوي 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 على حكاية ان انت ان الدنسيتي ده اللي هو الفيديو الفرعي اللي كان فيه الافكار بتاع المسائل وكده بيريت تشوفوه فيديو فعلا مليان يعني تريكات مهمة جدا تمام المهم ان انت لازم لما تكون هتقارن الدنسيتي مثلا بتاع من سبستانس معينة والدنسيتي بتاعتين كيوبك سانتميتر من نفس المادة تمام فقلنا طبعا نفس المادة بنفس الفيزيكل سيتيتي يعني الاتنين لويكوود مع لكوود او صوليد مع صوليد او جازيوس مع جازيوس اللي هم انت مثلا قبرت الفوليوم فطبيعي ان الماس هتكبر هنا والماس هتكبر هن wondها الحاصل اسمه في النهاية هتطلع لي الدينسيتي سبتة بتاع المادة لمعينة 2 اقول هت مذا متلزغطا امم د słuỗi سابتة بتاع المادة لما تكون المادة هي هيها بس انت اخذت جدت م Buildingivan مختلفةzamه المسلس اتغيرت بس في النهاية الحاصل بتاع الدنسيتي هيبقى هو هو انما المراضي لما تجي تكلمني بقى على تنبريتشر وفوتر انت اتس دنسيتي ده معنا ان الووتر مش هتفضل في الحالة لكويد يأما هتاخد شكل الصلد يأما هتاخد شكل الجاز يبقى كده طبعا هيبقى فيه اختلافات في الدنسيتي تمام ليه في اختلافات لان التنبريتشر اختلافت بننبه على حتة دي يعني لأهميتها فهنا بيقول لي الووتر هتاخد شكل ايس او اللي هو الووتر فيما هنا بيقول لي من بره اللي احنا برضو شرحناه بيقول لي المعلومة دي بتظهر شكل اكتر لما بنجي نقارن ما بين مادة واحدة مثلا في حالتين مختلفين زي ما قلنا من شوية اللي هو الووتر كان الماس هي هيها سبتة بس لما كان بيجي يتحول من ووتر الووتر كان الفوليوم بيحصل له ايه الفوليوم كان بيحصل له ان هو بيزيد معناك كده ان الدنسيتي بتقل وممكن نسبتها رقميا برضو لو انا اخدت مسلا من مادة معينة اه اللي هو او من مادتين خدت منه 20 جرام مثلا وهنا 20 جرام اهم ومرة استخدمت 5 كيوبك سنتيمتر ومرة 10 كيوبك سنتيمتر تمام لان هنا الفوليوم زاد تمام زي ما قلنا بارضو هنا كده يبقى 20 اوفر 5 تطلع اللي هو 4 جرام بار كيوبك سنتيمتر انما 20 اوفر 10 تطلع اللي هي 2 جرام بار كيوبك سنتيمتر يبقى معنا كده لما تكون الماز سبتة بس الفوليوم ده غير لان الستات بتاع الماتر اللي معيه تغيرت زي الايس مثلا والووتر او غيره مهم انه طالما الماز سبتة يبقى علاقة دينستي اهو رقميا بالفوليوم اللي هي انفرس كل ما الفوليوم زاد كل مقيمة دينستي ايه اللي لدي اتخلي بالكودي دي 2 جرام مش 29 اكام ودي 4 جرام بار كيوبك سنتيمتر تمام طيب هنا برضو خلي بالك بيقول ايه يعني ايه حجم السائل طبيعي انه هو يزيد كل ما زود درجة الحرارة يعني كل ما نرحل ناحية الجازيوس يبقى انت لما تعمل الليكود تزود درجة الحرارة يبقى انت كده الليكود ده هتحاوله ايه لجاز فطبيعي ان الملوكيول هتبعد عن بعضها فالفوليوم بتاعها يزيد ونفس الليكود ده لو عملت له فولينج تنبريتشور يعني عملت له كولينج ده معنى ان الملوكيول هتقرب من بعضها ويحصل لها درجة الحرارة وبرضو عشان نتخيل لها انا معي اهو ادي الليكود اهو مثلا تمام اللي هو فيه متوسطة لو انت هتعمل كولينج اللي هو فولينج او درجة الحرارة الطبيعي زي ما قلنا ايه ان الملوكيول يتقرب من بعضها يبقى الفوليوم وفرود يقل ولو هتسخن هتعمل ريزنج الوكيول دي هتبعد عن بعضها اكتر فيبقى حصل ان الفوليوم اقريز وطبعا طالما هي هي نفس عدد الجزائيات طالما الفوليوم اللي يبقى الدنسيتي زادت تمام ده اللي بيحصل لكن في الووتر زي ما اتفقنا الوضع مختلف تعالوا بقى ما ندرس اللي هو الجراف ده طبعا الجراف ده ملتها البساطة هو علاقة بين والدنسيتي بالجرام بركيبك سمتميتر ولحظه هنا هو عمل ايه انا لو لاحظت الارقام هنا تلاقيه وانه هنا راجع للزيرو وده الارقام بتاع الدنسيتي هو عمل زوم ان تمام يعني انا خدت الجزء ده وقبرت وده الدليل على كده انت تلاقي درجات الحرارة تحولت من يعني ايه اخد حتة كده صغيرة من اللي هو الجراف ده واعملها زوم ان عشان اشوف اللي بيحصل بالدنسيتي وتلاقي عندك ان درجة الحرارة الفصلة ما بين اللي هي المية في الحالة بتاعها وهي رايحة للسولد وهي رايحة للجازيس وهي درجة الحرارة كم كام اللي هي فور تعالوها اما نشوف الموضع ده وندرسه مع بعض بالتفصيل بصلاة احنا لو جينا نبص على الجراف اللي هو اللي تحت ده اولا انت لازم تبقى نصح صح ان العلاقة ما بين ايه؟ ما بين التنبريتشور والدنسيتي تنبريتشور والدنسيتي هنا لما بنيجي نبص على اللي هو التنبريتشور اللي هي فور سليزيس دجري بتلاقيها مقابلة لاعلى قيمة للدنسيتي ظهر على الجراف اللي هي كام وان جرام بير كيوبك سنتيميتر واحنا اخدنا المعلومة دي قبل كده ان الدنسيتي او بيور ووتر بيور ووتر مياه نقية يعني هي في حالة تمام المهم لما انت تبقى عند فور سليزيس دجري بتوصل لاعلى قيمة للدنسيتي وان جرام بير كيوبك سنتيميتر بشرط انها تكون بيور اكاي ما اللي حصل لما زودنا التنبريتشور عن فور والله لقيت ان الكيرف بدأ ينزل هو ايه الكيرف اللي بدأ ينزل ده الكيرف المقابل للقيمة بتاعت الدنسيتي تمام وكذلك برضو لما بعدت عن اربعة بالنقصان يعني قدت تقلل برضو لقيت ان الدنسيتي عمالة كلمتها تقل طيب ازاي؟ اه اعرف ان انا ولا ماشي كده وهزود درجة الحرارة ان المولوكيول هتبعد عن بعضها اكتر وهي بتتحول لجاز فبناء عليها المفروض ان الدنسيتي فعلا تقل ده كلام منطقي انما ازاي بقى وانا بحولها للسولد تمام؟ مفروض ان المولوكيولز اتقرب من بعضها اكتر فقيمة الدنسيتي تهل عن الواحد انما انت هنا عملها لي اقل من واحد هقولك ده بيحصل بسبب طبعا اللي هي البوند اللي مسؤولة عن ايه هي طبعا الهايدروجين بوند اللي هي الربطة الهايدروجينية تمام؟ فانت وانت بتقرأ الجراف ده هل هو بيكلمك على التمبريتشر فور ولا مور زين فور ولا ليس زين فور ولا انت مسلا راجع من الزيرو للفور ولا ايه بالزبط ان احنا نقرأ الجراف بكزا طريقة تعالوا كده ما نشوف الحالات اللي موجودة عندي بس احنا فهمنا الفكرة العامة فهنا بيقولي الحالة الاولى از تمبريتشر ابوف فور سليزيز ديجري وات هابن يعني انت تعالى عن الاربعة يعني ايه ماشي في الاتجاهة اللي وقتها التسخين او التبخير بمعنى صح فطبعا اركز في الالفاظ وانا بقرأ واركز في الالفاظ وانا بجاوب واركز في الالفاظ وانا بحل يعني اللي هو بقرأ يعني سؤال للحل تمام؟ فهنا بيقولي ايه المية هتتمدد يعني الفوليوم هيحصل له ايه؟ لان العلاقة اللي بينهم ايه؟ انفرس طب ليه العلاقة انفرس هنا؟ لان اساسا المية السبتة ايه هو المية السبتة؟ ما احنا اتفقنا ان المية السبتة ما بيتغيرش هو عدد الملوكيولز بتاع عدد الملوكيولز بتاع الفكرة كلها ان المسافات اللي ما بينها زادت فكسفتها قلت وده اللي احنا لسه متفقين عليه من فوق مع بعض من شوية لما قلنا ان اللي هي عند درجة حرارة سبتة تمام؟ طيب هنا تعالوا ما نشوف اعتبق لبالك انا بتتكلم على علاقة الوليوم بالدنستي بتتكلم على علاقة الوليوم بالدنستي عشان ما حدش رجع يشغل دماغه انا فهم او هي مش حاجة وحشة بس ده رجع يقول لي ايه؟ لا مش حضرتك قلت يا مصدر ان الدنستي بتختلف مع تغير الفيزيكال ستيت ما طبيعي لان انا قد هنا الدنستي كانت وان ولما تحركت في ناحية الجازيوس قعدت تقل لحد ما وصلت اللي هي لا تتكلم على عشان التنستي تغيرت لان الفيزيكال ستيت تغيرت انت بس بقارن الدنستي بتاع الليكوود ووتر والدنستي بتاع الجازيوس ووتر وتغير الفيزيوس معه صح صح كده لان الموضوع متشابك واذا ما قدش انت مفنده من بعضه بيبقى الدنيا بضع فإحنا إن شاء الله خلينا كده نصح صحيين ومركزين ونشغل دماغنا الحالة الأهم والحادث الأكبر في الفيديو بتاع النهاردة As the temperature falls from 4 Celsius degree to 0 Celsius degree يعني إحنا ماشيين إزاي؟ إن إحنا هنبدأ نتحرك من 4 إلى 0 إنت هنا بتكلم عن temperature يبقى تركز على الأكسس بتاع temperature تبقى برضو مصح صح إنما الكيرف ده أو الأكسس ده أكسس واي هو ده اللي كعبار عن density فالمهم لاحظت إيه؟ إن أنا لما بدأت تتحرك من 4 إلى 0 برضو density قلت 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 لحد هنا 0.9999 يعني برضو أقل من 1 تمام؟ طب إيه اللي حصل وإيه اللي خلي يبقى فيه abnormal expansion أو anonymous expansion هنا بيقول لي water begins to freeze المية بتبقى تتجمد وإن رايح للصفر تمام؟ لحد عند الصفر بالظبط بيحصل التجمد الكلام هنا بيقول لي where أو because water molecules are collected to be gathered by hydrogen bond هتقول لي تفرقت ما هي في الأساس وهي liquid عندها hydrogen bond أقول لك آه تمام بس الـ hydrogen bond هنا بقى تبدأ إن هي تبقى يعني more regular أو إن هي more stable خلي بالك المية وهي liquid زي ما إحنا شايفين كده الـ hydrogen bond كل شوية يحصل لها break and reform يعني بتتقصر وتتكون تتقصر وتتكون إنما في الـ freezing الـ hydrogen bond بتبقى stable يعني إيه يعني اللي هي بقى اللي بتبقى منظمة كده بشكل عسكاري يعني لدرجة إن هم بيأخذوا شكل هيكسوجنال زي ما إحنا شايفين اللي هو الشكل السوداسي فبدل ما الملكيل تقرب من بعضها تلاقي إن الملكيل المسافة بينها زادت إن الـ volume زادت والـ density بتاعها قلت عشان كده بقول لي water density decreases increasing وبرضو هنقول التفصيلة بشكل أوضحت الوقت يبقى water molecules are collected together by hydrogen bonds forming ice crystals which have hexagonal shape طيب وإيه كمان الميزة large volume اللي هو حجمها كبير and large number of spaces between them so its density decreases إن هي كسافتها قلت وده فعلا درسناه على الجراف أهو طيب تعالوا نشوف الـ explanation هنا بقى إيه اللي بيحصل بهذا بيقول لي blue يعني تحت four Celsius degree the hydrogen bond become strong enough يعني تحس إن البرودة بتديها قوة أكثر طيب هنا احنا كنا اتفقنا في الليسون الأولاني هي معلومة ممكن أغلبكم ما يكونش يعني شافها بس ترجعوا تلاقوا إن الـ water molecule بيقدر يكون أو إن هو يعني يمسك الحد أربع جزئات مية تانية حواليه تمام بس هنا بيقول لي الـ hydrogen bond become strong to hold two or more water molecule together temporarily at first تمام بعد كده بيقول لي but as the temperature dropped further يعني إيه يعني إنت نازل من four three point nine three point five three two point five two point وهكذا كل ما نتنازل إلا بيحصل this bond holds the water molecule more and more firmly بيتمسكه ببعض بشكل أقوى تمام the extra hydrogen bond that occurs when water freezes lead to increase in the space between molecules يعني إيه يعني الـ volume زاد فبيخلي اللي هو decrease in overall density نقدر نلخص البوضوع ده كله فإن الـ hydrogen bond بتبقى strong بدل ما تعطي القصر وتكون لا بقت موري ستيبل فبتكون روابط أكتر بين جزئات المية وتبقى شكلها منظم hexagonal فتزود المسافات أو المساحات فجنايا عليها يحصل decrease في الدنسيتي وده السبب اللي احنا نعرفه إنه بيخلي الـ ice أو اللي هو تالج float in water surface بسبب ان الـ ice يعتبر اللي هو كسافته أقل من المية بمعنى صح إن المية اللي هي المسافات ما بينها كده فالـ ice المسافات ما بينه أوسع طبعا في روابط وهنا برضو في روابط فصعب حاجة اللي هي يعني حجمها كبير تخش في حاجة اللي هي حجمها صغير وده السبب بتاع الـ اللي هو فهنا فهنا بيقول اللي هي أخدت شكلها النهائي اللي هي باللورة كريستالية كل جزء مية بيقدر يمسك فيه اللي هو أربع جزئات حواليه وبناء عليه بيدينا الشكل الرائع ده في النهائي طيب لو مش هنا العكس زي ما قلت لكم ايه هو العكس اللي انا بقى رجعت من زيرو اهو ورايح اللي هو نحية الفور فلاقي هلاقي ان الهياء المية هترجع للدنستي طبعية بتاعها فهنا بيقول لي بيقول لي يعني البومد بقى تبدأ تتقصر ثاني فالمية بدل ما كانت بعيدة او هتقرب ثاني تقرب ثاني تقرب ثاني تقرب ثاني لحد ما تصل اللي هي 1000 كم او اللي هي 1 كم ده معناك كده ان الهياء زي ما اتفعنا حقيقا موضوع دنستي ووتر ده موضوع عزيز جدا وممكن نحل بعض الاسئلة مع بعضنا بحيث برضو ان تقربت المعلومات اللي احنا اخذناها وخصصا ان الاسئلة بدأت تتوفر بشكل منتظم من قبل الوزارة هنا بيقول لي احنا طبعا حلينا السؤال الاولاني ده قبل كده ده معناه الماس اللي موجودة جوا 1 كم جوا هنا بيقول لي طبعا دي الواحدة القياس اللي هي الدولية الدولية كانت عندنا كيلو جرام بير كيوبك ميتر اختيار عندي اللي هو المرة اللي فاتت احنا كنا شرحنا ازاي ان انا بحاول من كيلو جرام بير كيوبك سنتيمتر وعرفنا ان احنا بنعمل فانا بقى بالاختصار بعد الداوشة بتاع المرة اللي فاتت لو انت عاوز ترجع من كيلو جرام بير كيوبك ميتر لجرام بير كيوبك سنتيمتر هتعمل ايه؟ بس هناك من اليونت مركبة فكان واجب علي ان انا افهمك اساسا هو احنا وصلنا الرقم زي ما سلمنا محول من سنتيمتر او الميتر لسنتيمتر مباشرة اللي هو بعد زمان اللي هو او طايم 100 او غيره انما هنا انا كان واجب علي افهمك الموضوع كله زي ما اتفعنا طبعا احنا بنجيب قومتها بالكيلو جرام بركيوبك ميتر اعتبت اللي هي 1000 كيلو جرام بركيوبك ميتر المسألة اللي بعدها حلناها المرة اللي فاتت عشان برضو مضيعش وقتكم وبرضو ممكن زورتكم تشوفي الفيديوهات لكن دي ما شوفناهش هنا بيقول لي ايه؟ هو هنا محتاج ايه ولاد الماس؟ الماس بتاع ايه؟ هل هو كيوبك سنتيمتر ولا فور كيوبك ميتر؟ لا طبعا فور كيوبك ميتر طبعا مسترحنا بقينا خلاص شطار اول حاجة ان انا بكتب اللي هو القانون طبعا انا عارف ان الدنسيتي اللي هي اقوال ماس اوور فوليوم لما انت تعز الماس يبقى تدرى بالدنسيتي طايمز اللي هو الفوليوم معلش هي مفروض تتعمل بشكل فيه اعوجك شوية اللي هو الفوليوم طيب الدنسيتي اللي عندي انت اساسا مديني الفوليوم بالايه؟ بالكيوبك سنتيمتر ولا كيوبك ميتر اللي اقولك بالكيوبك ميتر اللي هو كام فور يبقى انت تستخدم اللي هي الدنسيتي اللي هي بالكيوبك ميتر ما نفعش تاخد الدنسيتي اللي هي بالكيوبك سنتيمتر اذا من الناتج عندي هيطلع اللي هم كيلو جرام ده الماس اللي مفروض ان انا هستخدمها يبقى اللي هي اللي هو الاختيار رقم بي تمام يا ولاد؟ يعني هنا بمنتهى البساطة احنا لما بنيجي نقول يعني حتى هنجيبها نظريا كيلو جرام في ايه؟ كيلو جرام في ايه؟ في الميتر كيوبك الواحد فانت خلت الميتر كيوبك ده فور اللي هي ديها تبقى ايه؟ فور ساوزان كيلو جرام يعني هنا برضه موضوع ممكن تجيبه يعني نظريا كده بس احنا اثبتناه بالقانو اه هنا الجراف اللي احنا لسه متكلمين عنه فروم زي جبن جراف وعاوز هنا الحجم تمام؟ طبعا هنا انا هستفاد ايه؟ من اللي هو الجراف ده؟ منتهى البساطة وعاوز يعرفك ان انت لما بتبقى وطلعت طلعتها قبل الدنسيتي اللي هي ايه؟ اللي هي اللي هي بتساوي ايه؟ اللي هي بتساوي كيلو جرام كيلو جرام كيلو جرام بير كيوبك ميتر نفس الفكرة تمام؟ فهنا انتهى البساطة انت عاوز الفوليوم صح؟ اقول له تمام؟ الفوليوم بيساوي تمام؟ طبعا انت ليه استخدمت اللي هي تستخدم اللي هو كيلو جرام بير كيوبك ميتر لان الماس هنا بتدالب ايه؟ يبقى 2 اهو اللي هي كيلو جرام على الدنسيتي اللي هي بير كيلو جرام بير كيوبك ميتر اللي هي ان شاء الله سهل وبسيط ولو في اي حاجة انا ما احضركم ممكن تتوصل معي على جروب تيليجرام او صفحة الفيسبوك او الواتساب بيبقى كل ده موجود فيه سندوق الوصف بتاع الفيديو او اتمنى ان شاء الله يكونوا استفدتم بالفيديو وتمنى دعوة اصدقائكم مشاركة في القناة والاستفادة من محتواها ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو انت اول مرة اتبعني ياريت تشترك في القناة لان ده بيساعد في دعم القناة وانتشارها واستفادة اكبر قدر منها ان شاء الله هاتف اسألكم كالعادة الدعاء الوالدي والجميع موتى المسلمين بالرحمة المغفرة والشفاء الاخر المراد السرطان وجميع مراد المسلمين بإذن الله ودعمكم بصلاح الحال لنا اجمعين بإذن الله شكرا لكم كانوا لكم بصراحة مرمالية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته